السلام عليكم أصدقائي مرحبا بكم اليوم إن شاء الله في الفترة في الرياضيات المستوى الثالث سوف نقوم بصفحة رقم 9 إذن لننتقل إلى التمرير رقم 3 لنقوم بحله معن وشرحه معن تنسوا الرقم 3 أكمل مئتان وثلاثة وخمسون عدد من ثلاثة أرقام مئتان وثلاثة وخمسون مئتان نكتبها على شكل مئتان خمسون عشرات نكتبها على شكل خمسة أمامها سفر خمسون ووحدات نكتبها لعدد ثلاثة إذن ماذا يمثل الرقم 3؟ هو رقم الوحدات يمثل رقم 3 هو رقم الوحدات يمثل وحدات ثلاثة وحدات يمثل ثلاثة وحدة ثلاثة وحدة جيد ورقم 5 هو رقم العشرات يمثل خمسة وحدات خمسة وحدة إذن وحدة العشرات يعني خمسون خمسون وحدة خمسون وحدة جيد والرقم اثنان هو رقم المئات يمثل مئتان ونقول وحدة مئتان وحدة ونكتبها على شكل مئتة إذن لننتقل إلى الجدول وحدات والعشرات والمئات إذن الوحدات كم وحدة عندنا إذن كم المربع إذن أحد اثنان ثلاثة مربع إذن نكتب العدد ثلاثة ثلاثة مربع جيد أما العشرات فلدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وهذه الخمسة أعمدة كل عمود يحتوي على عشرة مربع إذن عشرة مربع في عمود إذن عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون إذن خمسون وحدة إذن خمسون مربع إذن سوف نكتب رقم خمسون إذن خمسة سفر ونقرأ وخمسون جيد إذن نلتقل إلى المئات إذن في المئات لدينا مربعان وكل مربع يحتوي على عشرة أو العشرة ماذا عشرة أعمدة يعني وكل عمود يحتوي على عشرة سوف نعدها معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إذن عشرة مربعات في عمود واحد وكم من عمود لدينا إذن عمود واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إذن في المربع لدينا مئة مربع ولدينا مربعان إذن مئتان سوف نكتب مئتان إذن اثنان سفر وصفر إذن هنا سوف نكتب مجموعة الأعداد إذن هنا سنكتب مئتان زائد خمسون سوف نحسب مجموعة المستطيلة أو المربع زائد العدد ثلاثة إذن تعطينا مئتان وثلاثة وخمسون مئتان وثلاثة وخمسون أحسنتم إذن لننتقل إلى سؤال تمانية رقم أربعة رابعا أكتب كل عدد كتابة رقمية إذن سوف نكتب كتابة رقمية لكل عدد من هذه الصور الذين الصورة الأولى تحتوي على كم من وحدة واحد اثنان ثلاثة أربعة وحدة إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة وحدة إذن نكتب أربعة وحدة ننتقل إلى العشرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر إذن لدينا عشر سوف نكتب سفرا ونحتفظ بالعدد واحد سوف نضعه مع المئة نضع العدد واحد مع المئة إذن لنعود واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر إذن هنا عشر وهنا عشر هي مئة إذن مئة وعشر وأربعة هي مئة وأربعة مئة وأربعة عشر جيد إذن هنا مئة وواحد هي إحدى عشر إذا عشر مربع إذن هنا مئة وأربعة عشر ثاني عند إعادة حسابنا للجزء الثاني ماذا سوف نقوم بفعله سوف نقوم بحسابة المئة أول إذن لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر إذن المربع يحتوي على مئة إذن هذا المربع يحتوي على مئة مربع ولدينا في ثلاثة مرات إذن مئة مئة ومئة هنا كذلك وهنا كذلك مئة إذن كم من مئة لدينا لدينا ثلاثة ثلاثة مئة سوف نكتب ثلاثة مئة ثلاثة مئة أما العشرات فلدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لدينا عشرون عشرون مربع ونضع اثنان عشرون ثم نعد الوحدات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن ستة وعشرون ثلاثة مئة وستة وعشرون إذن هنا لدينا المربع يحتوي على مئة إذن مئة خانة أو لا مئة مربع إذن هنا مئة وهنا كذلك إذن مئة مئتان لدينا مئتان نكتب مئتان نحتفظ بالأصفار ليس لدينا عشرات إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية مربع إذن العشرات ليست موجودة سوف نضع مكانها سفر ثم نضع الرقم تمانية واحدة جيد أحسنتم إذن لننتقل إلى الخانات التالية في الخانات التالية لدينا الأعداد جمع عددين سوف نقوم بجمع ما داخل هذا المربع أو لهذا الخانة إذن لدينا هنا 300 زائد أربعة إذن لا توجد العشرات إذن 304 إذن نكتب 304 إذن 300 المئة ثلاثة والعشرات لا توجد نضع مكانها سفر والوحدات لدينا رقم أربعة أحسنتم إذن ننتقل إلى العملية الثانية وهي 500 زائد 60 إذن 500 زائد 60 ولا وجود للوحدات إذن ماذا سوف نقوم سوف نقوم بكتابة 500 إذن 500 والعشرات لدينا 60 سوف نضع 6 بما أن ليس لدينا الوحدات إذن سوف نضع صفر العشرات لـ 60 ونقرأ 500 أحسنتم أما في المثال الأخير فهو مجموع 900 زائد 60 زائد 7 إذن يتوفر لدينا المئات والعشرات وكذلك الوحدات إذن نضع المئات ثم العشرات ثم الوحدات ونكتبه 900 ونكتبه 67 وستون 900 وسبعة وستون أحسنتم إذن سوف ننتقل عندنا 450 إذن وجود للمئات ووجود للعشرات إذن لكتبه 400 هاي 400 نقدم نكتبه هنا 400 زائد وهي زائد 50 إذن 450 إذن مثلها مثل المثال 560 إذن نكتبه 450 جيد أظن أنكم فهمتم جيدا الدرس إذن ننتقل إلى 606 إذن نكتب 600 600 زائد العدد 6 6 وحدات إذن كيف نكتبها مثل 300 زائد 4 إذن 300 إذن 600 لو جود للعشرات نضع مكانها ثم الوحدات لدينا العدد 6 أحسنتم عملا أصدقائي إذن لننتقل إلى السؤال الخامس في هذه الصباح إذن في السؤال الخامس ألون بطاقة القيام الوضعية لكل رقم ملون إذن المطلوب مني هو أن الرقم الملون بالأزرق سوف أضع الوضعية هل هو العشرات أم وحدات أم مئات إذن في الرقم الخمسة فهو الرقم الثاني ويعتبر ماذا؟ يعتبر حسن جدا إذن يعتبر العشرات سوف نقوم بتلوين العشرات جيد أحسنتم عملا إذن قمنا بتلوين الخمسة إذن هنا ثلاثة ما هي وضعيتها؟ إذن الرقم الثالث في الرقم إذن هي المئات سوف نقوم بتلوين المئات أحسنتم أما هنا فتسعة فهي تسعة وحدات وسوف نقوم بتلوين رقم تسعة جيد أحسنتم عملا أما هنا لدينا ثمانية فهي رقم للعشرات إذن سوف نقوم بتلوين تمانون جيد وهنا لدينا واحد فهو رقم ثالث إذن رقم وضعيته المئات ونقوم بتلوين مئة إذن أحسنتم عملا أصدقائي قمتم بإنجاز صفحة رقم تسعة أتمنى لكم التوفيق والسداد في دراستكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وللمزيد من الفيديوهات مع عليكم وإن الانضمام من قناة سكويلاتوب وفعل اللايك والبرتاج للفيديو مع أصدقائكم وشكرا على حسن تتابعكم للحلقة ترجمة نانسي قنقر